بيبدأ الفيلم بمهندس اسمه مايكل وبنشوف ولاده بيصحوه وبيطلوه منه يشغلهم التلفزيون فبيلاقي رموتات كتير وبيكون مش عارف مين فيهم رموت التلفزيون لحد ما بنته سام بتلاقيه فبيقول لها مايكل ان رموت ده اختراع فاشل وملوش اي ستين لازمة وساعتها بيعرفه ابنه بن ان جارهم عنده رموت حديث بيشغل كل حاجة في البيت فبيتجهل مايكل كلامه وبيخرج عشان يروح الشغل وقبل ما يمشي بتعرفه مراته دونا ان بن عنده مسابقة سباحة النهاردة ولازم ييجي عشان يشجعه فبيعاد مايكل ان يجي بعد ما يخلص شغله وبنعرف ان شغال مهندس معمالي في شركة انشاءات هندسية ولما بيوصل الشركة بيدخل يقابل المدير في مكتبه وبيلاقي ان عنده امير عربي عاوز يبني مطعم كبير في المدينة ويكون المطعم عطراز العرب القديم فبيوافق مايكل وبيوري له تصميم المطعم بس الامير بيكون مش عاكبه بسبب ان مساحته صغيرة فبيعاده المدير ان عيبني له مطعم فخم وبعد شوية بيتكلم مع مايكل عن انفراد وبيطلب منه ان يصمم فندق كبير لمجموعة مستثمرين يابانيين ويخلصوا في اسرع وقت فبيطلب منه مايكل يأجل الموضوع اسبوع لانه رايح رحلة مع عائلته ولكن المدير بيرفضه وبيقول له لازم تأجل الرحلة وبعد الشغل بيروح مايكل مسابقة السباحة بتاعت ابنه لكنه للأسف بيتأخر وبيلاقي ان ابنه متضايق عشان ما شفهوش وبيكسب المسابقة ولما بيرجع البيت بيتكلم مايكل مع مراته دونا وبيقول لها انه هيأجل الرحلة عشان عنده شغله مهم ولازم يخلصه فبتقطع دونا وبتقوله ان بقى لهم سنة بيخططوا للرحلة ديت فبينفع المايك وبيقول لها انه بيشتغل ليل نهار عشان يعيشهم عيشة كويسة وزاعتها بياخد ريموت عشان يشغل التلفزيون لكنه بيتفاجئ ان رموت الطيارة اللعبة بتاعت ابنه وبتيجي في وشه فبيتعصى باكتر وبيكرر يروح المحل عشان يشتري رموت حديث ويشغل بيه كل حاجة في البيت زي اللي عند جاره ولما بيخرج بيلاقي كل المحلات مقفولة وما فيش غير محل أدوات منزلية هو اللي فاتح فبيدخل المحل وبالصدفة بيشوف باب غريب مكتوب عليه العالم الآخر فبيدخله وبيلاقه قدامه واحد اسمه مورتي وبيقوله ان عاوز يشتري رموت حديث بيشغل كل الأجهزة فبيقوله مورتي انه عنده رموت متطور جدا لسه منزلش السوق وهيشغله كل الأجهزة اللي هو عاوزها فبيتحمس مايكل وبيروح معاه عشان ياخد الرموت وساعته بيلاحظ ان الرموت تزرق وشكله غريب جدا فبيارد عليه مورتي انه يديله الرموت ده ببلاش بشرط انه ميرجعهش نهائي فبيستغرب مايكل وبيسأله ليه هتدهوني ببلاش فبيخمن ان الرموت ده بايز او فيه حاجة غلط فبيقوله مورتي انه عاوز يدهوله دية عشان هو زبون جديد عنده وبيباني ان فيه سر والرموت دوت فبيقتنع مايكل بكلامه وبيرجع للبيت عشان يشتغل على التصميم المطلوب منه وساعتها بيلاقي ان الكلب بينبح بصوت عالي وبيفقد تركيزه فبيتعصب وبيمسك الرموت المتطور وبيدوس على الزرار اللي بيوطي الصوت يمكن الكلب يخاف منه ويسكت لكنه بيتفاجئ ان صوت الكلب بيوطى تماما فبيجرب يعلي الصوت وبيلاقي ان صوت الكلب عالي مرة تانية فبيتصدم وبيكون فاجل نفسه انه بيتخيل مش اكتر وبيفهم ان الكلب عاوز يعمل حمام وبيخرجه للجنينة ووقتها بيلاقي ان الكلب بيلعب ومش رادي يعمل حمام فبيجرب يدوس على زرار التخطي لفرموت عشان يسرع الوقت ويخلي الكلب يعمل حمام بسرعة وفعلا بيتسرع الوقت وبيلاقي ان الكلب بيتحرك بسرعة وبيدخل البيت فبيترعب وبيرمي الرموت عالارض وبيطلع يجري وفي الصبح بيروح يقابل مورتي صاحب المحل عشان يفهم منه موضوع الرموت دوت فبيطلب منه مورتي ان يدوس على زرار القايمة اللي في الرموت وفعلا بيدوس مايكل عليها وبيتنقل العالم غريب وبيظهر قدامه كل ذكرياته وصغير فبيقول له مورتي ان الرموت ده الرموت سحري وبمجرب ما مسكه كل ذكرياته تسجلت عليه ولو فكر في الوقت والمكان اللي هو عاوزه في الرموت هينقله على طول وده معناه انه ممكن يرجع بالزمن او يتقدم للوقت اللي هو عاوزه وبعدها بيدوس مايكل على زرار القايمة وبيرجع للعالم بتاعه وبيدينه مورتي الكارت بتاعه وبيحذره ما يستخدمش الرموت كتير لانه ممكن يحصل فيه خلل ويشتغل لوحده فبيتجهل مايكل كلامه وبيرجع للبيت وهناك بتعرفوا مورته دونا ان عيلته هيجوا وهيتعشوا معاهم فبيقول له انه مشغول وعنده شغل كتير وساعتها بيلاقي بنته سام جايب اصحابها وبيلعبوا في البيت وعملين دوشة وازعاج فبيدوسوا على زرار التخطي في الرموت وبيسرع الوقت لحد ما بيمشوا ولما بيقعد بيتعش مع عيلته بيحس بالملل وبيسرع الوقت مرة تانية لحد ما بيدخل مكتبه وبيقعد يشتغل وزعاجها بتيجي مراته تتخانق معاه لانه مش مهتم بعيلته وكل تفكيره في الشغل فبيدوس على الرموت وبيسرع الوقت لحد ما بتمشي بس بيلحظ ان الرموت بيسرع الوقت زيادة عن اللزوم فبيتصل على مورتي وبيعرفه الموضوع وبيطلب منه ان يجيله البيت وقبل ما يخلص المكلمة بيلاقي ان مورتي جاله بسرعة جدا وبيبدأ يسأله انت عملت كده ازاي فبيقول له مورتي انه بيقدر ينتقل للاماكن بسرعة وبيسافر عبر الزمن وبيخرج يتكلم عبر البيت وبيشرح له انه لما بيسرع الوقت عقله بيسافر عبر الزمن ولكن للأسف مش بيعرف الاحداث اللي حصلت في الماضي وبالتحديد وقت ما داسع الرموت وسرع الوقت عشان كده بيحذره انه ما يسرعش الوقت اكتر من اسبوع واحد وده لان الرموت ممكن ما يقدرش يسيطر على الزمن وتاني يوم بيركب مايكل عربيته عشان يروح للشغل فبيلاين الطريق زحمة وبيتدايق عشان يتأخر عن مؤتمر اللي عامله المدير فبيدوس على الرموت وبيسرع الوقت لحد ما بيوصل للشركة وقبل ما ينزل من العربية بيلاي خاصية في الرموت بتسمح له يغير لون بشرته لأي لون هو عاوزه فبينبهر بالموضوع وبيروح المؤتمر وبيدل المدير تصميم الفندق بتاع المستثمرين اليابانيين وبالليل بيعودوا مع المستثمرين وبيدهم التصميم عشان يعرفوا إذا كانوا مفقين إنهم يبنوا الفندق ولا لأ فبيتكلموا مستثمرين مع بعض على انفراد وبيسمعوا مايكل وما بيقولوا إن التصميم بتاعه وحش جدا وإنهم مش هيتعاقدوا مع الشركة بتاعته وإنهم عاوزين تصميم الفندق يكون فيه غرف كتيرة عشان يزودوا المبيعات ولما بيرجعوا يعودوا على الترابيزة بيقطع مايكل التصميم بتاعه وبيقول لهم من غير رأيه وقرر يزود غرف كتيرة في التصميم فبيفرحوا جدا لإن ده اللي هم عاوزينه وبيكرروا ساعتها إنهم يتعاقدوا مع الشركة وساعتها بيكون المدير منباهر بيه عشان نفص صفقة كبيرة قوي وتاني يوم بيروح مايكل للشركة وبيقابلوا المدير وهو متحمس عشان فكرة يرأيه بس بيتفاجئ إن المدير بيقولوا إنه مش هرأيه غير لما يعمل التصميم الجديد وكمان لازم يخلصوا في خلال شهرين بس فبيتعصب مايكل وبيوقف الزمن بالرمود وبيفضل يضرب المدير بالألم وبالليل بيوقف يشرب سجارة قدام البيت وهو متدايق فبيدخل مايكل للبيت وبيتجيله فكرة إنه يستخدم الرمود السحري ويسرع الوقت لمدة شهرين وده عشان يوصل لليوم اللي يترقى فيه بس بيكون ناس إنه مرتح حذره إنه ما يعملش كده وفعلا بيسرع الوقت لحد ما بيلاقي نفسه في الشركة والمدير عمله حفلة بمناسبة ترقيته بس بيتفاجئ إنه رمود تخطى السنة كاملة من عمره مش شهرين بس زي ما كان فاكر وطبعا ما بيكونش عارف الأحداث اللي حصلت طول السنة ديت ولما بيرجع البيت بيقرر يتصل على مورتي وفاجأ بيلاقيه قدامه وبيتخطه وبيقع على الأرض فبيحكي له كل حاجة وبيقوله إنه رمود السحري قدم سنة كاملة مش شهرين اتنين فبيفكروا إنه حذره قبل كده مايسرعش الوقت أكتر من أسبوع وبيشرح لنه رمود دلوقتي اتبرمج على الأحداث اللي هو سرع فيها الوقت قبل كده ولو الأحداث دي تقررت مرة تانية الرمود هيسرع الوقت لوحده فبيتسدم مايكل وبيقرر يرجع الرمود لمورتي وده عشان ما يستخدموش مرة تانية وحياته ما تدمرش بس بيتفاجئ إنه رمود بيرجع في إيده فبيرمي على الأرض وبيحاول يكسره لكنه برضو بيلاقي يرجع له مرة تانية فبيقول له مورتي إن رمود السحر بقى بتاعه ومستحيل يرجعه من تاني وتاني يوم بيصحى مايكل وبيكرر ما يقررش الأحداث اللي سرع فيها الوقت قبل كده وده عشان الرمود ما يسرعش الوقت لوحده فبيروح الشغل بالبجامة بتاعت البيت وبيكذب على المدير وبيقول له إنه لابس كده عشان يحس بالراحة ويركز في الشغل فبيقتنع مدير بكلامه وبيقلع البدلة بتاعته وبيعرفه نمسافر رحلة للمغرب مع حبيبته وقرر يرقيه كمان شهرين فبيتصدم مايكل لأنه سرع الوقت قبل كده لما كان هيجي معاة ترقيته وبالتالي الرمود السحري بيسرع الوقت لوحده بس المراتي بيسرع الوقت لمدة عشر سنين وبيتفاجئ مايكل النطخين وقاعد في شقة غريبة فبيستخدم الرمود عشان يرجع لبيته وهناك بيلاقي إن ابنه بين كبر وبقى تخين زيه وكمان بيشوف بنته سام وهي كبيرة ولما بيخرج من البيت بيتفاجئ إن مراته دونا اتطلقت منه وإنها اتجوزت مدرب السباحة بتاع ابنها فبيتعصب وبيهجم عليه عشان يضربه وساعتها بتحاول دونا تمنعه وبتتخانق معاه فبيوقف الزمن بالرمود وبيلاقي إن مورتي قاعد قدامه وبيقوله تستهل كل اللي بيحصل فيك لأنك استخدمت الرمود غلط وبعدل ما تصلح حياتك كنت بتهرب من مسؤوليات حيلتك والشغل فبيشغل مايكل الزمن مرة تانية عشان يعتذر لدونا بس فجأة بيجم عليه الكلب وبيقع على دماغه وبيفقد الوعي فبيبدأ الرمود يسرع الوقت لمدة 6 سنين وساعتها بيصحى مايكل في المستشفى وبيلاقي إن دونا قدامه وبيكون خس ويرجع لشكله الطبيعي فبيعرف من دونا إنه كان بيعمل عملية شفط عشان يخس وندل الوقت يبقى رجل أعمال مشهور وصاحب شركة إنشاءات هندسية ولما بيروح الشركة بيشوف ابنه بن وبيلاقي إنه كبر وخس وكمان وشغال مهندس معه في الشركة فبيروح مايكل معاني المكتب بتاعه وبيقترح لإنهم يتغدوا مع بعض ويعزموا جده جدته بس قبل ما يكمل كلامه بيقول له بن إنه جده مات أصلا فبيتصدم مايكل وبيروح قبر أبوه وبيفضل يعاية وهناك بيحاول يشغل الرمود عشان يشوف ذكرياته القديمة ويعرف أبوه مات إزاي بس بيتفاجئ إن الرمود مش شغال وبييجي مورتي وبيعرفوا إنه رمود مش هيشتغل لإنه ما كانش موجود وقت وفات أبوه أساسا فبيدوس على رمود وبيكرر يشوف آخر ذكرى ليه مع والده فبيشوف نفسه وقاعد في مكتبه وبييجي ابنه بن وبيوري له التصميم بتاعه بس مايكل بيكون متجاهله بسبب الشغل اللي معاه وساعتها بيجي والده وبيهزر معاه وبيعرض عليهم إنهم بيخرجوا مع بعض بس مايكل بيرفض وبيكلموا بأسلوب وحش فبيتضايق والده وبيقولوا إنه بيحبه وقتها بيدوس مايكل على الرمود وبيوقف الزكرهات وبيكون مش مستوعب هو عمل إزاي كده فابوه فبيوقف قدامه ومتأثر وبيقولوا إنه بحبك وبعدها بيرجع تاني لمقابر وبيتفاجئ إن مورتي بيعترف له إنه مش بشر فبيجي مايكل عليه وبيلاقيه نزل تحت الأرض وطلع من تاني وساعتها بيترعب منه وبيستخدم الرمود وبيسرع الوقت وفجأة بيلاقي نفسه في الفرح بتاع ابنه بن وبيتفاجئ إن الرمود سرع الوقت لمدة عشر سنين كمان وبيلاقي نفسه كبر في السن وبعد شوية بيقابل طليقته دونة وجوزها وبيرقص معاها وبيشوف بنته سام بعد ما كبرت وبيتصدم لما بيسمعها بتقول لجوزهم معا يا بابا فبيتجيله قزمة قلبية وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى وبييجي مورتي بيتكلم معاه وبيقوله انت ضيعت عمرك كله من غير ما تعيشه أصلا وما قدرتش قيمة الوقت وفضلت تسرع فيه وكل ده عشان تتهرب من مسئولياتك وما تهتمش بعيلتك اللي بيحبوك فبيعترف مايكل أخيرا إنه غلطان وساعتها بيختفي مورتي من قدامه وبييجي ولاده وبيتطمنه عليه وبيقول لابنه بن إنه هيأجل شعر العسل بتاعه عشان وراه شغل مهم فبيحاول مايكل ينصحه إنه ما يكررش نفس غلطته وبيقوله مراتك وعيلتك أهم بكتير قوي من الشغل وساعتها بتيجي الممرضة عشان تماشي بين هو واخته وده عشان مايكل يرتاح شوية فبيتضيق مايكل وبيقوم من على السرير وده عشان يروح ورابنه وما يخلهوش يكرر غلطته ولما بيخرج من المستشفى بيفضل ينادي عليه وبعدها بيقع على الأرض من شدة التعب فبيشوفوا بين وبيروح يطمن عليه هو وعيلته وبيلقوه إنه تعبان جدا فبيقول لهم مايكل أنا بحبكم قوي وإنه فهم أخيرا إن العيلة أهم من أي حاجة في الدنيا وبيطلب منهم يسمحوه عشان ماهتمش بيهم وبعد ما بيخلص كلامه بيموت قدامهم بس المفاجأ أنه بيصحى وبيلاي نفسه على محل الأدوات المنزلية اللي روحوا في أول الفيلم فبيفهم إنه كل ده كان بيحلم فبيفرح جدا وبيروح لبيت أهله وبيقول لهم إنه بيحبهم جدا وهيفضل جنبهم للأبد وبعدها بيرجع لبيته وبيصحي مراته وولاده وبيقول لهم إنه ياخد أجهزة من الشغل وهيروحوا رحلة مع بعض ولما بيدخل المطبخ بيتفاجئ إن رموت السحر قدامه ومعاه كارت من مورتي وكاتب له فيه إنه شخص طيب ويستهل فرصة تانية فبيفهم إنه كل اللي حصل ده كان حقيقة مش حلم وإن مورتي راجع بالزمن عشان يدي له فرصة إنه يصلح كل أخطاقه فبياخد مايكل الرموت وبيكرر مستخدمه وبيرنيف باسكت الزبالة بعد ما بيكون التعلم درس مهم والدرس دوت إن الحياة ملهاش أي قيمة من غير الأهل وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة